بأمانة يعني أنا أستغرب من خلال تغطيتنا قربي من الدور العراقي والأندية العراقية يعني أنا شخصيا الصورة قبل لا تنتقل لي شفنا ملعب أستاذ الشعب الدولي والملعب خالي يعني دائما ما نوجه رسالة أمس مباراة الزوراء وزاخو صراحة أذهلتنا مستواها الفني خمس أهداف استمتعنا بحضور الجماهير الكبير أنا اليوم أتكلم كتغطية أعلامية من غنوات الكاسر رياضي أي ملاحظة إيجابية نسردها معاكم ونتكلم بكل شفافية وكذلك الملاحظات السلبية ليش؟ للتجنبها وتطوير الدوري النجوم العراقي الآن شفنا الصورة في ملعب أستاذ الشعب الذي هو أعرق تقريبا وأقدم ملعب تاريخي في العراق خلونا مشاهدين الكرام ننتقل المباراة التي صارت اليوم الساعة ثنتين الظهر بتوقيت بغداد وتوقيت الدوحة أجمعت نوروز والنجف انتهت النتيجة ثنين واحد حلو؟ شوف الملعب شوف جمالية الملعب شوف جمالية التصوير كابتن علي أنا أخذ رأيكم هذا ملعب نيروز طبعا هذا أبو علي قبل لا تتكلم قبل لا تتكلم عفوا راح أعطيك راحتك في الحديث نادي نوروز صال لأربع سنوات بدوري النجوم العراقي يعني إذا أبتكلم عن الأندية العريقة وحن الذين حتين عليهم أنتم تزعلون أندية بغداد الأندية العريقة اللي راح تاريخ كبير الشرطة الطلبة قوى الجوية الميناة في البصرة هذا النادي اللي صار لأربع سنوات شوف البنى الملعب عطني رأي عطني تعليق كابو علي طبعا أنا هاي بس لي أمانية أنا كنت محاضرة أسيوي قبل سنتين وحضرت له الملعب يعني كنت أقوم بالوحدات التدريبية الصباحية العملي العملي في الملعب يعني استغربت من شفة هذا الملعب يعني كأنه مفاجأت جديد صراحة يعني عفو تفاجأت مو استغربت هذا العفو من كلمة استغربت تفاجأت لأنه شي جديد شي منظم شي مرتب أرضية ممتازة يعني كأنه لو شوفوا الحضور الجماهيري الحضور الجماهيري تزاد متعة حتى المباراة اليوم مباراة قوية مباراة مثيرة تحسب للإدارة تحسب المنطقة الحكم الذاتية تحسب للقائمين عن الرياضة في شمال بصراحة ملعب كأنه ملعب أوروبية فعلا علي أنا تعرف أنت الرسالة بوصلها فهمت القوة الجوية ترى القوة الجوية ما عندها ملعب طلبة ما عندها ملعب الشرطة ما عندها ملعب صراحة سعود تتحشي يعني عتب كبير على إدارات الأندية هذا الكلام في دارة القوة الجوية دارة نادي الشرطة هذا الفرق الكبير والعريقة يعني من المعقول أن ما عندها ملعب يلعبون به يعني يأجرون ملعب الشعب بالسنة يأجرون الغوالجوية يأجرون القوة الجوية والشرطة والطلبة يأجرون ملعب من الوزارة الشباب يعني إذا تكلمت عن تاريخ العريق والأنجازات الكبيرة هذه الأندية أمام نوروز ما في مثلا إدارة عندها فكر متطور نقول خلنا مثلا نغلص عدد المحترفين أو نغلص الميزانية اللي نخصصها للمحترفين أو الجهاز الفني أو أي كان مادي بالله لك الأندية عزانة هنا تبني ملعب ملاعب أنا أقول لك لا هو مو عزانة أكو مشكلة مشكلة نادر قوة الجوية بالنسبة لكابتن أتعرف كابتن مجبل على الوزارة على الوزارة وصعب يسون ملعب هذه الفترة يعني دائما كانوا يحاولون يحاولون ما يسون ملعب فس أنا أتبع حتى ملاعب التمرين كابتن ماكو ملعب تمرين هذا الكلام ملعب تمرين ملعب تمرين ملعب تمرين تتعبون يعني أنت الآن تتكلم عن استاذ الابون في الدور العراقي يوم بالسنة القوة الجوية يصرف تقريبا 7 مليار أو 8 مليار دولار يعني معقولة ما يقدر يسوي مليار دولار أو إذا عراقي مليار؟ 7 مليار عراقي يعني 7 مليون دولار يعني ما يقدر يسوي أرضي ملعب نادر قوة الجوية التمرين 100 مليون 150 مليون وهذا ليش يعني حراف رفهد رح أقول لك شي محد يقدر يبني الملاعب في العراق غير الدولة العراقية يعني على مستوى مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو وزير الشبه زاخ وبناء الزورات لا 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 نادر قوة نادر قوة لا 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 اسغلة كم لك هذه مناطق الحكم الذاتي منطقة الحكم الذاتي لا 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 أنا أعتقد لا 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 الميناء عندها الزورات سوى ملعب الزورات العام كيف من الملعب أستلم الملعب بس بارات الزوراب الزوراب أبو علي يقدر صاح لا 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 جامل أبو علي أنت تقول بس هناك يقدرون بالحكمة الذاتية لا دا أقول لك الدولة لازم نسوي نادي ما يقدر يسوي وليش هذول الاندي يسوي يقدر ما يقدر أبو علي الميزانيات كبيرة أبو علي